اهلا بكم من جديد التقى وزير الكهربائي والماء الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا بالمستشار الاقليمي المعني بالطاقة المستدامة في المقر الاقليمي لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في المملكة الاردنية الهاشمية السيد ستيفان جاتونغا لبحث اوجه التعاون المشترك في مجالات الطاقة المستدامة واستعراض الخطة الجادة التي تتخذها مملكة البحرين في هذه المجالات وما حققته من انجازات وتقدم وما لذلك من اسهام واعد في تحول اقتصاد المملكة الى اقتصاد اخطر وقال الوزير ميرزا ان خطط التعاون بين برنامج الامم المتحدة الانمائي ومركز الطاقة المستدامة مستمرة وان حرص المملكة على المشاركة في المنصات العالمية الهامة يعكس الجدية التي تخطو بها المملكة نحو تحقيق التزاماتها الدولية والوطنية المتعلقة بالاستدامة ومن جانبه اشاد السيد جاتونغا بجهود الوزير ميرزا ومركز الطاقة المستدامة في عملهما من اجل تعزيز وتطبيق ممارسات الطاقة المستدامة عززت شركة الامنيوم البحرين الباو التي في طريقها لان تصبح اكبر مصهر للالامنيوم في العالم اجمالي حجم مبيعاتها وانتاجها برقم مزدوج خلال الربع الثاني من العام 2019 على الرغم من التوترات التجارية وتأثير انخفاض الاسعار في برصة لندن للمعادن وتجاوز حجم المبيعات ما حققته الشركة خلال الربع الثاني لعام 2018 والذي زاد بنسبة 25% على اساس سنوي وارتفع كذلك حجم الانتاج بنسبة 21% على اساس سنوي كما اختتمت البا الربع الثاني ببلوغ مبيعاتها ذات القيمة المضافة بنسبة 52% من اجمالي الشحنات مقابل 60% لنفس الفترة من العام 2018 والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحراني مقابل العملات الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة اغلاقات البورصة لنهاية تعقدات هذا اليوم ونبدأ مع برصة البحرين حيث تراجع مؤشر البحرين العام بنسبة 0.27% مقفلا عند مستوى 1532 نقطة وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين وستمائة وثمانين الف سهم بقيمة اجمالية جاوزت سبعمائة وثلاثة وعشرين الف دينار تم تنفيذها من خلال مائة وسبعة وعشرين صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ بالسوق المالي السعودية التي أغلقت عند مستوى 8827 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.18% وبالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5010 نقاط بارتفاع بلغت نسبة 0.15% أما سوق دبي المالي فقد أغلقت عند مستوى 2656 نقطة بارتفاع بلغت نسبة 0.29% عقد مجلس الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وبريطانيا الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية والاجتماعية بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي ووزير الخزانة البريطاني فليب هاموند وصدر بيان مشترك في نهاية أعمال الاجتماع جرت تأكيد خلاله على التزام المملكة المتحدة المستمر بدعم تنفيذ رؤية 2030 البرنامج السعودي للتنوع الاقتصادي والتطوير الاجتماعي وأكد البيان أن البلدين يعدان شركين استراتيجيين رئيسيين في رؤية 2030 وتؤكد كلتا الدولتين من جديد التزامهما المشترك ببناء وتطوير التجارة والاستثمار وتحقيق الرخاء المشترك لمواطني كلتا المملكتين اجتمع القادة الأفارقة في العاصمة النيجيرية نيامي لإطلاق منطقة تجارة حرة على مستوى القارة السمراء من شأنها حال نجاحها أن توحد واحدا فصل ثلاثة مليار نسمة وتخلق منطقة اقتصادية حجمها ثلاثة فصل أربعة تريليون دولار وتفتح الباب كذلك أمام عهد جديد من التنمية وبعد محادثات استمرت أربع سنوات تم التوصل إلى اتفاقية لتشكيل تكتل انتجاري يضم خمسة وخمسين دولة وذلك في مارس الماضي وهو ما مهد الطريق أمام قمة الاتحاد الافريقي في النيجير حيث سيكشف الحضور عن الدولة التي ستصطدف مقر منطقة التجارة الحرة وموعد بدء النشاط التجاري ويناقشون كذلك ألية عملها وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الافريقي أن اتفاقية التجارة الحرة للقارة الافريقية ستعزز الموقف التفاوضي على الساحة الدولية وستمثل خطوة مهمة النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل أبل ستدفع مبلغا كبيرا لسامسونج لعدم شرائها الحصة المتفق عليها من شاشات الهاتف المصنوعة في كوريا الجنوبية جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوته للفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة قائلا أن مثل هذه الخطوة ستعطي المزيد من الدعم للاقتصاد وفي تعليقات أدل بها للصحفيين خارج البيت الأبيض شاد ترامب أيضا بانخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.7% وخلق 224 ألف وظيفة جديدة الشهر الماضي وهي أرقام نشرتها وزارة العمل الأمريكية وانتقد ترامب مرارا الفيدرالي الأمريكي لزيادته أسعار الفائدة ووجه معظم انتقاداته إلى رئيس الفيدرالي جيرون باول الذي كان قد رشحه للمنصب وعدت الحكومة الهندية الجديدة بتخفيف القوانين للاستثمارات الأجنبية وبإنفاق أكبر في البنى التحتية لإعطاء دفع لمعدلات النمو وإيجاد وظائف وتفوقت الصين على الهند وأصبحت أكبر اقتصاد عالمي سيشهد نموا سريعا في حين سجلت نسبة البطالة في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا أعلى مستويات منذ السبعينات وخلال أول موازنة منذ فوز رئيس الوزراء نارين درامودي الساحق في مايو قالت وزيرة المال نيرمالا ستيرامان إنها تريد أعطاء دفعا للإستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات وأضافت أن الحكومة ستدرس مقترحات بفتح الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال الطيران والإعلام والتأمين بالتشاور مع المساهمين قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشكل طفيف في يونيو منهي بذلك موجة ارتفاعا دامت خمسة أشهر متتالية بفعل تراجع كبير في أسعار منتجات الألبان وأبقت المنظمة على توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي للعام الحالي دون تغيير عند يونيو لكن بزيادة نحو 1.2% مقارنة بمستويات 2018 على أن تأتي معظم النمو من زيادة إنتاج القمح وسجل مؤشر الفاو لإسعار الغذاء 173 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع مستوى معدل بالزيادة عند 173.5 نقطة في مايو والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية كشفت تقارير تقدية أن شركة أبل ستدفع مبلغا كبيرا لسامسونج بسبب عدم شراء الحصة المتفق عليها من شاشات الهاتف المصنوعة في كوريا الجنوبية وبحسب موقع بوكيت ناو فإن الشركة الأمريكية ستدفع حوالي 680 مليون دولار من الغرامات لصالح سامسونج لأن أبل لم تستلم الكمية الكاملة من الشاشات التي قامت بطلبها بعدما تضررت من انخفاض مبيعات هاتف آيفون وتستعد الشركات للإعلان عن مداخيلها في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري ومن المرجح أن تعلن سامسونج انخفاضا للعام الثالث على التوالي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر